بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل في دورة برنامج سبل ثري دي طيب لسه عن احنا ما زلنا في السكشن بتاع المرة الفاتت اتكلمنا عن انك كيف تعمل سب اسيمبولي لقطاع طريق مع العلم بانه السب اسيمبولي مع العلم بانه السب اسيمبولي ممكن يستخدم في كتير من المشاريع الطولية مثلا المجاير المائية وانابيب البترول وحتى السكك الحديدية طيب انحنا الان بنتكلم عن السب اسيمبولي لمكونات الطرب مثلا بيكون في الغالب يعني انت بتكون شغال في جهة عندها مواصفات معينة للطريق مثلا في جهة بتقول ليك انا والله عندي الشوارع الداخلية داخل المدن بتتراوح مثلا من ثمانية لعشر امتار لخمستاشر طمانتاشر عشرين متر او بيقوم يصنف الطرق يقول ليك والله من عشرة لطمانتاشر المفترض فيها مواصفات كده من عشرين لخمسة وعشرين مواصفاتها كده الهايويز مثلا والله الطرق اللي بتكون او الشوارع الكبيرة اللي بتكون عرضها مية متر تمانين متر عندها مواصفات كده طيب انا بقول لك ان ده ده اه بمواصفات لطريق معين اللي هو الطريق ده فيه خمستاشر متر بيقول لك والله ان احنا عايزين يكون عندك اه لين اربعة متار ونص واربعة متار ونص يمين ويسار اه عندك اه سايد ووك اثنين متر تمانين عندك اه كربستون اه عشرين سنط اه طيب عشان اه تجي تعمل للموضوع ده فانت عندك مجموعة من الحاجات بتعملها هتعمل نقطة الاسيمبولي بعد ده تعمل سب اسيمبولي يمين تعمل كربستون وتعمل سايد ووك كذلك من الناحية اليسار او في مواصفات تاني بتقول لك اذا كان عندي طريق مسلا اه طمانتاشر متر لو يجد قلت من هنا لا هنا كده نتاكد منه طمانتاشر متر طيب بيقول لك عايز اه لين خمسة متار ونص يمين خمسة متار ونص يسار اه كربستون عشرين اه سايد ووك ثلاثة متر ثلاثين طيب اه لو لاحظنا هنا النموذج بتاع الخمسة عشر وطمانتاشر هو واحد طيب ان احنا عشان اه نجي نبدأ نعمل نموذج خمسة عشر او طمانتاشر حنجي بطريقتنا المعتادة نعمل اه اسيمبولي نعمل نقطة اسيمبولي بعد ده نعمل سب اسيمبولي نجي هنا لهم نمشي للتابع حقه كريات ديزاين نمشي هنا لاسيمبولي نضغط نقول له كريات اسيمبولي طيب اه نجي اه نديه اسم مثلا خليه يكون رود تو ونخليه على الافتراضي نقول اوكي نخطي عندنا نقطة الاسيمبولي هنا طيب اه نجي بعد داك اه لو ضغطنا على النقطة هنا ممكن نجيب التول بالت من فوق من الريورد نجي نقول هناك طيب اه نجي نعمل شنو نجي نقول والله عندنا نختار الليل بتاعتنا نقول هنا الليل طيب اه نجي نخد هنا دي كده دي الليل اليمين طيب اه نحنا بس عندنا مواصفات هنا بيقول ليك الليل فيها اربعة متار ونصف وعندنا كربستون عشرين وعندنا سايدو اثنين متر ثمانين طيب نجي نقول هنا طيب اه نجي هنا للبروبرتز نمشي البرامترز نقول له هنا اه سايدو اه هنا الويتس اربعة متار ونصف فور بوين فايف طيب اه في كثير من الاحيان هم كمان حتى بيقيدوه بالاسلوب بس هنا نحنا هنا في في حالتنا دي ما مديننا اي اسلوب فنخلي الاسلوب الافتراضي بتاع اه بتاع البرنامج طيب اه كمان ما عايزين نتكلم عن البيض ونتكلم عن الطبقات اه خليناك قم نضيف اه كربستون نجي هنا امشي بايزيك واقول له اديني هنا بايزيك كربستون طيب اه اجي اخدت بتاعي هنا اجي اشوف الخصائص حقت الكربستون طيب اجي اقول له كده طيب اه امشي البرامترز اقول له هنا الويتس بتاعه عشرين اه او بوينتو وبحسب المواصفات المديننا كلان الكربستون طيب اه خلينا الاسل اخليوه عن الافتراضي عشان نحن لسه عبنتمر بس عن الموضوع ده طيب اه نجي هنا نقول له كمان عندنا سايد ووك امشي هنا اقول له عايز اه بايزيك سايد ووك هنا طيب اجي اقول له هنا طيب ده سايد ووك بتاعي طيب اه نحن عشان اه نشوف الطول بتاع سايد ووك هناك بتكلم عن مترين تمانين اجي اقول له كده طيب نشوف السايد ووك في وكم مترين تمانين نجي هنا للسايد ووك نمشي هنا للويتس بتاعه نكتب اثنين فاصلة تمانية طيب اه كده نحن عملنا الاتجاه اليمين خلينا نتاكد منه نقول دايميشن هنا نشوف الاطوال بتاعته طيب اه مبدئيا اقفل ده نجي نشوف الديميشن هنا نقول له ادينا الطول ده نشوفه لو بيجي معانا سبعة متار ونصف هنا لهنا اللي هي تقريبا سبعة متار ونصف ممكن يكون اه انا خطيت الكارسر في مكان بعيد شوية ممكن اه الفريق اقل من اه كزميلي طيب كده دي سبعة متار ونصف بتاعاتنا حقت السايد اليمين طيب اه نجي يا اما نعمل اه نعمل اه او نعمل اه او نعمل ميرر طيب انا اتجي عندي هنا العلامة بتاعت الميرورين باجي بضغط فيها بتقول لي هنا سلكت ماركر بوينت اجي اقول له هنا عايد الماركر بوينت دي كده دبقالي الطريق مكتمل بيكون عندي لين يمين و لين يسار او عندي كرب ستون يمين كرب ستون يسار عندي اه سايدوك يمين سايدوك يسار اجي اكد هنا من الدايمنشن اجي اقول له هنا الطريق نشوفو هل هو خمسة عشر متر اجي اقول له كده بجي اقول كده بجي بلقاء خمستاشر متر اه طيب بنفس الطريقة انا بعمل نفس النموذج للطريق ال 18 هنا بنفس الطريقة بجي بعمل بجي اعمل نقطة الاسمبولي وبعمل لين يمين وبعمل كربستون وبعمل اه سايد ووك بحسب الاطوال المدنلة هنا هنا بعمل لين خمسة خمسين بعمل كربستون عشرين وبعمل سايد ووك تلاتة تلاتين وبعمل ميرورين فبالتالي بكون عندي الطريق يساوي 18 متر اه طيب عشان ما نضيع الوقت اه نحنا عملنا نموذج اه ممكن انت تتمرن على النموذج ده تعملوا النموذج 18 اه بتاع الطريق 18 اه نجل مرة جاية نشوف نمازج تانية ممكن تكون اكتر تعقيدة من النموذج البسيطة لان ده بس مكوم من ثلاثة حاجات لين كربستون اه سايد ووك اه طيب باكده نكون نصان لينها اهدتر اه او توصر رنج اه درس اجائي بيزن الله